اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين السودان يبدأ بالتطبيع الاقتصادي والتجاري مع دولة الاحتلال الاسرائيلي وخطط لتدشين ممر بحري مباشر بين الات المحتلة وميناء جد السعودي عشرة الاف شركة تركية اغلقت ابوابها بفعل الازمة الاقتصادية والليرة عند ادنى مستوى له وفي النشرة ايضا الصين تتجه لفرض عقوبات على كبريات شركات صناعة الاسلحة الامريكية وتحذر واشنطن من تبعات خطرة اذا وافقت على تسليح تايوان اعلنت وزارات الخارجية السودانية رسميا التواصل الى القرار لتطبيع العلاقات مع اسرائيل وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري وفي تغريدة على موقع تويتر اكدت الوزارة ان اجتماعا سيعقدوا خلال الاسباع المقبلة مع وفد اسرائيلي لعقد اتفاقيات تعاون في المجالات كافة برزوى الزراعة والتجارة لتحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين بحسب بيان الخارجية هذا وقالت صحيفة اسرائيل هيوم ان الامارات واسرائيل تدرسان فتح ممر بحري مباشر للحجاج المسلمين من مرفع الات الى مدينة جدة السعودية الصحيفة اشارت الى انه خلال زيارة سلطان احمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية على رأس وفد من رجال اعمال الاماراتيين الى ميناء الات طرح مدير المرفع مخططا لتسيير رحلات بحرية مباشرة مع ميناء جدة التي تبعد نحو سبعين كيلو مترا عن مدينة مك قال السفير السعودي في الاردن نايف بن بدر اسديري ان بلاده ستنشئ مستشفى وجمعة طبية في عمان بكلفة اربعمائة مليون دولار اسديري قال ان صندوقا مشتركا بين البلدين سينفذ مشروع سكة حديدا تربط جنوب الاردن بعمان مؤكدا ان الرياضة ترى فرصا استثمارية ضخمة في الاردن اهمها في مجال السياح وضعت الحكومة الجزائرية مشروع موازنة ينص على الرفع التدريجي للدعم عن المواد الغذائية وخفض قيمة الدنار امام الدولار بنسبة 5% وتواجه الجزائر ضغوطا مالية كبيرة بسبب تبعات وباء كورونا على الصحة والشركات والاسر ومع العودة التدريجية الى النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل ستسعى الحكومة الجزائرية الى تعويض هذه الخسائر والاستخدام الفعال لمواردها المالية اعنت مؤسسة النفط في ليبيا انتهاء الاغلاقات التي شهدتها الموانئ والحقول النفطية في البلاد بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطي المؤسسة قالت ان التعليمات اعطيت للمشغل بمباشرة الانتاج من حقل الفيل النفطي وعودة استخدام الخام تدريجيا الى معدلاته الطبيعية خلال الايام المقبلة نبقى في ليبيا حيث حذر صندوق النقد الدولي من اندلاع اترابات اجتماعية في البلاد بسبب وباء كورونا واكد ان الجمع بين الحرب والوباء قد تكون له اثار مدمرة ويصنف صندوق النقد الدولي ليبيا بانها الاسوأ اداء اقتصاديا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يليها لبنان وذلك بعدما انكمش اقتصادها بشكل حاد اثر تراجع انتاج النفط باكثر من 90% وخسارة ارادات بنحو 10 مليارات دولار منذ بداية هذا العام تضعف الامال في تركيا بتحسن المؤشرات الاقتصادية في الربع الاخير من هذا العام بسبب انعكاسات التوترات السياسية على الاقتصاد اضافة الى تبعات انتشار فيروس كورونا واستمرار تراجع قيمة الليرة التركية امام الدولار خابت امال البنك المركزي تركي الذي تعهد ان لا يزيد سعر الدولار على 7 ليرات تركية ولم تصب توقعات المحللين بتحسن السياحة والصادرات تركيا تدفع ثمن التوترات الجيوسياسية التي شاركت فيها بطريقة مباشرة او غير مباشرة من خلال تراجع معظم المؤشرات الرئيسية للاقتصاد نسبة تضخم قاربت ال 12% وهي اعلى من معدل الفائدة على الليرة التركية ما يعني عدم جدوى لاستثمار في الاصول التركية ويفسر الضغوط التي تتعرض لها العملة التي وصلت اليوم الى 8 ليرات مقابل الدولار من ناحية اخرى تجاوز عدد الشركات التي جرت تصفيتها في الاشهر التسعة الاولى من هذا العام العشرة الاف والاربعمائة والخمسين شركة وهو رقم قياسي يظهر حجم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ليس فقط بسبب الازمة الاقتصادية التي بدأت قبل عامين بل بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ولعل الخطر الاكبر المحدق بتركيا هو التخلف عن سداد الديون اذا ساءت اوضاع الصيول لديها فقد حذر الرئيس التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي دازموند لاكمان من ان الشركات والبنوك التركية ستواجه قريبا مشاكل في سداد نحو 300 مليار دولار من الديون ووصف اقتصاد تركيا بانه منفصل عن الواقع بسبب التفاؤل المفرط الذي اعرب عنه صهر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وزير المالية بيرات البيرق اواخر الشهر الماضي دع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاتركة الى مقاطعة المنتجات الفرنسية متهما نظيره الفرنسي امانويل ماكرون بشن حملة كراهية ضد المسلمين في تصريحات تهدد بتأجيج التوتر بين انقل وباريس وتكثفت الدعوة الى مقاطعة المنتجات الفرنسية في المدن التركية كافة بعدما اكد ماكرون ان فرنسا ستواصل الدفاع عن الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد اثناء مراسم تكريم الاستاذ الفرنسي الذي قتله شاب من اصول ششانك اعنات وزارة الخارجية الصينية عزبا بكين على فرض عقوبات على شركات لوكهيد مارتن وبوينغ وريثيون الامريكية بسبب مشاركتها في تسليح تايوان الخارجية الصينية قالت ان موافقة واشنطن على مبيعات الاسلحة هذه سيكون لها اثر كبير على العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين تخطط الحكومة البريطانية فور خروجها من الاتحاد الاوروبي لابرام صفقة تجارية مع واشنطن استنتقادات واسعة بسبب خضوعها للمعايير الزراعية الامريكية في استراد بعض المواد الغذائية موسى سرور من لندن لا فوز جو بايدن ولا فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية سيريح حكومة المحافظين وان كان رئيس الوزراء بورو جونسون يفضل بقاء ترامب في البيت الابيض لسهولة عقد صفقة تجارية معه مع قلق البريطانيين من المعايير الزراعية الامريكية المتدنية اما المرشح الديمقراطي جو بايدن فقد ربط اي اتفاق تجاري مع لندن باستمرار اتفاقية السلام في ايرلندا اكثر ما يخيفن انه اذا ابرمت بريطانيا اتفاقا تجاريا مع الولايات المتحدة فلن يكون هناك مجرد تبادل للبضائع بل هو عمليا استيراد لنظام الاقتصاد الامريكي والسبب ان المعايير الغذائية الامريكية متدنية وغير مطابقة للبريطانية وهناك اكثر من 90% من البريطانيين يعارضون استيراد بضائع ذات معايير متدنية تطمئة وزيرة التجارة الدولية لستروس بشأن المعايير الزراعية الامريكية لم تقنع هؤلاء المتظاهرين في ساحة البرلمان بخطورة استيراد الابقار التي يجري حقنها بالهرمونات والدواجن المكلورة فضلا عن خشيتهم من ان تكر سبحة الصفقات مع واشنطن وتطاول القطاع الصحي الذي يقدم الخدمات المجانية الى البواطنين نحن نعارض اي صفقة تجارية مع واشنطن بغض النظر عن هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية الامريكية وان كنا نرى ان فوز ترامب سيكون اكثر خطورة والسبب في ذلك ان الامر سيتيح للجونسون خصصة القطاع الصحي فضلا عن تدن مستوى المعايير الزراعية والبيئية السفير الامريكي في بريطانيا وو جونسون كان قد هدد بمنع استيراد الاسماك الاسكتلندية اذا حضر استيراد الدواجن الامريكية يبدو واضحا ان معركة جديدة ستفتح مع واشنطن في حال ابرام صفقة تجارية معها معركة قد تؤثر على العلاقات المميزة بين لندن وواشنطن اذا قرر البريطانيون مقاطعة البضائع الامريكية مستصر لندن الميادين تراجعت مبيعات المنازل الامريكية الجديدة في شهر ايلو سبتمبر بنسبة ثلاثة ونصف في المئة ما ينذر وفق مراقبين بحدوث ازمة عقرية بالتزامن مع التراجع الاقتصادي في البلاد التراجع في مبيعات العقرات يأتي على الرغم من الخفض غير المسبوق للفوائد التي تدعم سوق الاسكان في البلاد وتوقعات الخبراء في السابق بارتفاع المبيعات بواقع 14% كشف بك التسويات الدولية أن ديون الأسواق الناشئة المقاومة بالدولار تجاوزت 4000 مليار دولار للمرة الأولى في أعقاب زيادة اصدارات الدين خلال أزمة وباء كورونا وزادت اصدارات الدين بنسبة 7% على أساس سنوي للدين المقاوم بالدولار وسجلت ديون أفريقيا والشرق الأوسط أكبر معدل زيادة عند 14% فيما زادت ديون أسواق آسيا والبحيط الهادئ 9% وأمريكا اللاتينية 5% حدد رئيس الوزراء الياباني عام 2050 مهلة قصوى لبلوغ ثالث أكبر الاقتصادات العالمية مستوى الحياد الكربوني معززا التزامات بلاده في مكافحة التغير المناخي ولقي هذا الهدف الجدي إشادة من ناشطين بيئيين وخبراء غير أنه يعكس طموحا زائدا في ظل الاعتماد الكبير لليابان على الفحم وقال رئيس الحكومة اليابانية إن بلاده عزمة في السنوات المقبلة على تقليص انبعاثات الغازات الدفئة إلى الصفر للوصول إلى مجتمع محايد كربونيا بحسب تعبيره أطلق اتلاف يضم واحدا وثلاثين بلدا أبرزها الولايات المتحدة نداء للعمل من أجل التمكين الاقتصادي للنساء عبر العالم المبادرة التي تضم السعودية المغرب قطر تونس الإمارات ومصر أكدت ضرورة الاستثمار في المساواة بين الجنسين بهدف تحقيق التنمية المستدامة هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميادين دوتنات للمزيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة